بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوى جيدة مشواة اوم شمس كانت بنا دائما تكونوا في احسن الاحوال وفي تمام الصحة والعافية وانتم ما تشاهدون فيديو تليوم يوم ان شاء الله غاقدر حالكم شهوة سريعة وسهلة جدا كتوجد في الحين ما فيهاش كتر تتفاصيل ومقادرها ان شاء الله متوفرين في كل بيت فاليوم غا نحضروا البيتزا السريعة غادي توجدها بكل سهولة واكيد ان شاء الله غا تعجبك معلك إلا تجربها فدائما ما تبخلوش عليها بتشجاعتكم مشوا مباشرة المكونات طريقة التحذير فمنسبة لطريقة مع المقادر اول حاجة كنا اخدوه 300 جرام ديال الطاحين الابيض كنغرب لها باش كنتحصلوا على عجين لكي يكون خفيف او لمهوي بعد ما كنغرب لها الطاحين هذا كنضيف عليه عندي شوية ديال لبزار يعني 1-4 ملعقة صغيرة لبزار ربع ملعقة صغيرة ديال الزعتر متحون وكذلك عندي راس مع القعيني القليل فقط من الخاميرات الخبز يعني الخاميرة الفورية كنضيف عليه هالا ديال المكونات زوج حبات ديال الفروماج متلت ومع القاة صغيرة ديال الموتارد والملح مطابعة الحل على هات الشكل من بعد فكناخد 125 جرام ديال الزبدة كنحكوها على هات الشكل انا هنا غاستعمل لامارغارين وانتو ما استعملوا اي نوعية الزبدة كتفضلوا ماشي يعني اجباري لامارغارين فقط يعني باش تكون الوصفة اقتصادية فكنستعملوها كالمارغارين كنحكوها على هات الشكل وكتكون بحرارة الغرفة باش يعني مني كنبغيون نبسسو هاد العاجين هادا فكنتحصلو عليه مباشرة ولا ما كيعد بناش كيما كتشوفو معاي كنستعم شوية ديال الطحين وانا كنحك هاد الزبدة هاد فمن بعد ما كنحك هاد الزبدة كيما كتلاحظوه معايا كتحك بسهولة وغادي نرملو العجين دابا وغادي يباليكم انه سهل بزاف يعني لابغينا نخدمو به هاد طريقة من بعد كيما كتشوفو معايا كنزول هديك الحكاكة وكان بده هكا كنرمل العجينة بكل سهولة لانه ذاك الزبدة رها بحرارة الغرفة يعني ترية وكذلك ذاك الفروماج وكل الشي سافي كنبدأ هكا بحلة كنجمع العجينة وانا هكا بحلة كنرملها بزيان حتى كتبالي يديك الزبدة سافين ساجمات معا الطحين وكتولي كلها بحل الرملة ودائما كي كنقول لكم إلا بغاديو تسهلو عليكم هاد العملية كتعودو تاخدو طحين يعني وكل شي العناصر وكتبقى ودوزو هم هكا فهذه الحكاكة كانت عندكم كبيرة استعملوها ماشي مشكل كنبقى هكا كندوز منها وهكا كيخرج العجين او الخليط كيخرج مرمل بسرعة فهذه فكرة فقط الاخوات لي كيغلبهم او لا يعني ما كيكونش عندهم تصبر هكا باش نبقى يعني باش تبقى هكا كترمل في العجين ساف هناك ماشتمعين هنستمر بالطريقة العادية حتى كيترمل وكيبالي العجين نفاش كنضغط عليك يعني نشرب مزيان الزبدة والعناصر كاملة هناك نضيف حبة من البيض اللي كتكون صغيرة فالحجم دي لها كيكون صغير وحتى لو بغيتو تضب لو المقادر عملو حبام البيض تكون حجم دي لها كبير هنا كنضيف على هاد البيضة معلقة كبيرة دي اللي ماء كنطربها مزيان على هاد الشكل وكنجمع الخالط كيف ما هاتشوفو معايا كنبقى نجمع في الخالط وإلى خاص يعني بلكم ان العجين دي لكم متجماش فقدو تضيفوا الماء هنا انا كنحت حدايا دائما ربع كأس دي اللي ماء يعني 40 قرام دي اللي ماء أو الربع كأس بالكأس دي اللي عنبه وكنشوف على حسب النوعية دي اللي الطحين فإلى استعملت النوعية الجيدة يعني اللي كيكون خاص بالحلويات راه يعني كننضيف ديك 40 قرام استعملت اللي اللي خاص يعني الطحين العادي دي الخبز راه كنضيف واحد جوج معلقة فقط كما كتشوفو معايا العجينة كتكون على هاد الشكل هاد راه ما كتكون شجارية كتكون قابطة فرصها مزيان ما كتلسق موالو بحالات الشكل هادا كنجمعها هنا في بلاستيك غدائي وكنخليها ترتاح منع شرحتها إلى 15 دقيقة على هات الشكل هادا على ما كنوجدوا باقي المكوينت فبنسبة للحشوة اللي غانعملوا في هاد البيتزا السريعة انا شخصيا كان يعني كتعجبني بزا في المادا قديلها فأول حاجة كناخدها كمقيلة كندير فيها شوية زيت نباتي وشوية زيت الزيتون وكننزلوا فيها البصلة إلا كانت عندكم البصلة هاد البيضة فمل أحسن صراحة كتعطيه ماداق غزال بزاف كنضيف على البصلة هكا شوية الملحة باش كتدبال لنا بسرعة وكنبقى هكا كنقلف هديك البصلة يعني خصها تتحمر يعني كتدبال وكتبدأ كتتتحمر لنا هاد البصلة ديانا كما اكتلكم دبارها الموسم ديال البصلة يعني راها كينا تبارك الله فستغلوها فاتشه وراها كتجي ولا أرواح بني كتدد تتحمر كي ماشته معيها هي محمرة كي ماشته ودبالت هنا كنضيف عليها شوية ديال البزار وكنضيف عليها شوية ديال الزعتر هكا كنحكو مابينة ديال وكنضيفوه كيعطيها واحد الماداق واحد اللده غزالة بزاف سافي هنا كنضيفها ونجيبها شوية هكا فوق النار ينسي نساجمو هاد العناصر هدي كاملة وكنتفعلها وكنخليها اولا كنتفعلها وكنخليها على جنب تدفع او لا تبرد طريقتها سهلة فقط كما قلت لكم حمرها ما تخليوها شاكك بيضا كنرجعو العجينة ديالنا كالقاها انها رتاحت يعني هذه تعطينا ان شاء الله فهنا كننجيب شوية ديال الطحين وكنبدأ نورق في العجينة ديالنا بكل سهولة كما كتشوفوا معايا عجينة اللي كتكون مانيابل اولا كنت تحكموا فيها كيف ما بغينا ما كتتهرس ما كتتقطع ما كتتفرتت ما تشي حاجة فقط تبعوا معايا دائما طريقة كيفاش كنعمل حاجة بكل تفاصيل ديالها فهنا كما قلت لكم لابن لكم العجين ديالكم ما تجمعش نقاس حبل قيس فضيفوا قطارات ملمة دائما او للحليب اللي بغيتو هنا من بعد ما ورقت العجينة كنجيب صفيحة ديال اللي غدنا نعمل فيها هاد البيتزا هادي وغادي نعمل عليها القياس ديال العجين اللي خاص على هات الشكل حاولوا ما تخليوش العجين يكون غليض بزا فيه حاولوا هكا متوسط باش يعني كتجيكم قرمشة وما كيجيكمش فيها بحل الخبز يعني كتجي هكا الماداق ديالها كيجيزوين العجينة اللي كتشت فما تسيبوهاش دائما جمعوها وحدا في ضبائي ما فتلا جولا في المجميد او الا عملوا بيها اللي كنت عملت معاكم مالحين بالفروماج هم الطريقة ديالهم نفس العجينة والطريقة يعني كيفاش عملنا ليهم را كنا يعني عملتها معاكم في وصفات اللي فاتت هنحط لكم رابط ديالها تحت لا فيديو ان شاء الله كصراحا كيجيزوين بزا في هادو كل اللي شوصون ساهلين بزا هنا كيما كتشوفوا معي كان ضغط مزيان على الجوانيب وكانعود بس الجوانيب اللي لحلقة باش ما يهبطوريش بزاف الفران كيما كتشوفوا وهنا مباشرة كنحاول اناني انتكم زيان او لان عملتو قاب هكا بالفرشيتة فوس العجينة باش ما تنفخش لنا لان فيها هديك القبيصة ديال الخميرة باش شكل ديالها في الاخير يجينا زوي فبحلقة كن نكمل يعني كنتك مزيان هاد العجينة يعني كنتك بوها مزيان ومن البعد فكن جيبو اي نوعية الفروماج كتفطلو انا هنا عندي الفروماج حمر ممكن يعني تستعملو الشيدر او نجيب ماطيشة اللي كانكون هكا مقطعها دوائر ما يكونش الحاج يعني ما يكونوش الدوائر تاع ماطيشة يكونو غلاط حاولو انكم ترققوهم باش مني كتطيب هاد الفطيرة هادي او لهاد البزا هادي ماطيشة مكتبقاش تبعني يعني كالدبال وكالجيل ديالة فهنا تنستفد ماطيشة على هاد الشكل هادا ومباشرة احنا كنجيبو البصيلة اللي شحرنا من قبل فخلينا هكا دفات وكان حاول انني نوزعها مزيان مزيان فوق من هاد ما طيشة فصدقوني راح كاي تجي فاطيرة غزالة بزاف فهاد الشهوات هادولي كيكونوا بحال هاد الشكل كان حاول انني نقدمهم لكم لاني كانكون شخصيا يعني عزاز عليا وعندي معاهم ذكريات زوينا ديال الصغر فهاد الفاطيرة فكانت الوليدة دي ان الله يحفظها وخلاص حيحتها ويشافيها يا ربي كانت يعني كتعملها لنا ضروري هكا مرافقة مع الشوربات وصراحة كتجي غزالة بزاف هكا في عشاء خفيف ولا حتى في القوتة بعد الاخترات كتعملها اما في هكا في المول صغيرين او اللي كتعملها حجم كبير من هدا يعني كبير بزاف فصراحة كتجي لدي دا ويعني يعني كتعجب العائلة كاملة وكل شي يعني كي يطلب هاد الفاطيرة هدي وخها يعني ساهلة فتحها هنا كما كتلاحظوا معايا فاخديد شوية ديال طن يعني اللي يصفيت من الزيت وكان حاولونا كان نعملو نتاوي يعني نوزعه مزيان فوق من هاد الفاطيرة وفي الاخر كان عاودو ناخدو الفروماج وكان عاود نعملوها كامل فوق ممكن انكم تخلو الفروماج حتى الطيب عاد تعملو ويدو فوق منها وهي سخونة كيف ممكن انكم تعملو طبقة في الأول ومنين طيب تعاودو تزيدو واحد طبقة خفيفة باش تبينها كامل فوق يبقى ليكم اللي اختيها سوف في في الاخر كان عاودو شوية ديال الزعتر عاود ثاني لان هاد الفاطيرة هي فاطيرة الزعتر كما كان قولو لها وخها من الاسبالية يعني في الكتاب اللي كان نسجل في الوصفات كان القديمة انني كتبها يعني في اول وصفات كان نبدأ بيها كان كتبها هيعة كان نكمل الوصفات اللي بغيت وكان نكتب عليها دائما البيتزات ماما فصراحة حيث صراحة يعني انا من العشاق ديال هاد الفاطيرة هادي حيث ساهلة جدا وكتعطي للدرائع كما كانت تلاحظوا معي هنا بعد ما طابت طريقة تاب ديالها فكندخلها الفرن كيكون صخور من قبل على درجة مرتفعة من بعد كندخلها وكنحطها فالرف الوسطاني عافية دائما نغيم التحت وكنقس عليها مزيان كنخليها كعلى مية وستين او مية وخمسين وكنخليها حتى كتبليات حمرات من الجواني لان اخصها تعطي ذاك القرمشة العجنة تجي من قرمشة ما تجيش هكا طريقة وكنخلي واحدة تتحمر من الجواني بعشرين حتى تلاتين دقيقة من بعد عاد كنحمروها شوية من الفوق وكنقدموها على هات الشكل وهي دافية او لميلة البرودة وما بقليلا نقول لكم بصحتكم وراحتكم وكانت معكم ام شمس وما توفيقيا الا بالله عليه توكلت وإليه اونيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة